الثقة بالنفس أسرارها ومفاتيح فهم الكون والقوانين الكونية لبناء الشخصية الإيجابية الفيديو الثاني من عشرة فيديوهات طبعا في الفيديو الأول تكلمنا حول ثلاثة أجزاء مهمة في الحقيقة المطلقة وقلنا في الحقيقة المطلقة أنت تجد جميع الحلول الجزء الرابع أو النقطة الرابعة في الحقيقة المطلقة وهو أن العقل الكوني عقل الله عقل المسيح يريدك أن تنجح يريدك أن تبدع يريدك أن تتمتع في الحياة يزودك بالذكاء المطلق يزودك بالحكمة المطلقة في موضوع الثقة بالنفس عندما تراودك أفكارك السلبية وعندما تحوم حولك الشكوك حول قابلياتك يجب أن تعمل سويتشينغ تغيير في الترددات وتقول الكون يحبني نعم تقول هذا الكون يريد لي الخير الكون يفتح أمامي كل الظروف الإيجابية قلنا في الفيديو الأول الكون لا يعرف المعاني السلبية في شخصيتك الكون لا يعرف الطاقة السلبية التي لو كانت الآن موجودة في ظروفك فيجب أن تتمرن على أن العقل الكوني يريدك أن تنجح وماذا أقصد بالتمرين؟ الحياة هي مجموعة من التطبيقات والتمارين عندما تسمع أو تقرأ أو تشاهد مواضيع في الطاقة الإيجابية علوم العقل في مواضيع الثقة بالنفس فالقراءة غير كافية لكي تحصل على نتائج حقيقية هناك يجب أن يكون تطبيق للأمور التي تقرأها حول مواضيع يعني الثقة بالنفس بدون تطبيق أنت تتحول إلى مستمع يعني مجرد شخص يستمع إلى هذه المواضيع يا هو سماع هذه المواضيع لكن الحاسم في الأمر وهو التطبيق في كل شيء في مجالات الحياة يجب أن تتذكر أن التطبيق هو شيء مركزي وجوهري وأساسي للنجاح في الحياة العقل الكوني عندما نقول لك يريدك أن تنجح ويريدك أن تبدع ويريدك أن تتمتع هو أي العقل الكوني يتصل معك في كل ثانية بل هو معك إلى الأبد العقل الكوني وأنت كنتم معا وتكونون الآن معا وسوف تكونون معا إلى النهاية يعني أريد أن أوضح أكثر لا تعتقد أنك أنت في مرحلة يعني العيش على الأرض هي هذه المرحلة الأولى والنهائية أنت كنت موجود مع العقل الكوني أنت كنت معه أنت كنت متحد معه والآن أنت متحد معه وتبقى في هذا الاتحاد إلى ما لا نهاية أنت إنسان أبدي أنا قلت هذا في فيديوهات سابقة الإنسان حقيقته الضوء الإنسان هو كائن أبدي ممتزج ومتحد مع ذات الإله ذات الإله تعطيك أفكار باستمرار وذات الإله تعطيك حلول باستمرار ولكن مشكلة الإنسان لا يستطيع أن يميز لاحظني مشكلة الإنسان لا يستطيع أن يميز بين أفكار الكون والشكوك فهناك تأتي أفكار إلى الإنسان هي يعني مركزها من ذات الإله ولكنه يتردد أو يشك بها أو يخاف فيلغيها نقول يلغيها من عقله وهي أفكار الإله تقول له اعمل هذا أو ابدأ هذا المشوار أو ابدأ هذا الأمر أو اتخذ هذا القرار فهنا تصبح لدينا أفكار الكون وأيضا في المقابل الأفكار المحبطة الأفكار المحبطة أو الأفكار الشكوكية نابعة من العقل الواعي ونابعة أيضا من قلة خبرة الإنسان من قلة لاحظني من قلة خبرة الإنسان في علوم الكون وبالتالي نرى أن الإنسان يقع في المصيدة عندما نقول المصيدة يعني يقع في الشكوك في الحيرة يقول لا أعرف هل أتجه يسارا أم أتجه يمينا أو أنا عملت أو اتخذت قرار في السنة الماضية وفشلت فيه فربما لو أتخذ قرار جديد هذه السنة فإحتمال سأفشل مرة أخرى فتكون هذه الشكوك والمخاوف الإنسان لا يعرف أين يتجه وهذا الموضوع يعني موضوع التصال العقل الكوني مع الإنسان يجب أن تتعرف عليه ويجب أن تفهمه ويجب أن تكون لديك دراية وخبرة كافية في أن الصوت الذي تسمعه في عقلك هل هذا الصوت من عقل الإله أم هذا الصوت من العقل التحليلي نحن قلنا في بداية هذا الفيديو العقل الكوني يريدك أن تنجح يريدك أن تتمتع يريدك أن تبدع في الحياة لماذا؟ لأنه لا يراك سلبيا لا يراك خائفا لا يراك مترددا لا يراك حائرا لا يعرف العقل الكوني لا يعرف التردد لا يعرف الحيرة لا يعرف الشك لأنه صفات العقل الكوني هي أساسا صفاتك نعم صفات العقل الكوني هي صفاتك أنت أتيت من ذات الكون لكن عندما تعيش على هذه الأرض وتختلط بالوعي السلبي تختلط بالوعي السلبي بواسطة ناس سلبيين تلتقي بهم تربية ربما تكون سلبية كتب وقراءات ومواضيع تكون كلها تتجه باتجاه سلبي أيضا مشاويرك في الحياة ربما فشل هنا فشل هناك حيلة من شخص ضدك فكرة سلبية من صديق وهكذا فتتجمع في العقل الباطن الانفعالات الإيجابية والانفعالات السلبية وبالتالي هذه الانفعالات الإيجابية والانفعالات السلبية يكون اتجاهها نحو العقل الوعي والعقل الوعي يقوم يفسر فمرات نرى العقل الوعي يفسر تفسيرات سلبية ومرات نرى العقل الوعي يفسر تفسيرات إيجابية ونرى الإنسان متقلب يكون في وقت إيجابي وفي وقت سلبي نرى في وقت يحب الحياة نرى في وقت آخر يكره الحياة نرى في وقت يشعر بالثقة ونرى في وقت آخر لا يشعر بالثقة نرى في وقت يشعر باليأس ونرى في وقت آخر يحب الحياة وهكذا فماذا يحدث؟ هو تحدث حقيقة صراعات صراعات الانفعالات الإيجابية وصراعات الانفعالات السلبية يجب عليك أن تفرز وهنا نحن نضع سوف نضع فيديو طبعا حول كيف تميز يعني أفكار الإله عن الأفكار الشكوكية الأفكار التي منبعها الخوف التردد الحيرة سوف نضع فيديو يعني لاحقا في هذه السلسلة أشكرك مرة أخرى على مشاهدتك هذا الجزء وأيضا نراك في الأجزاء الأخرى وأيضا المواضيع الأخرى في أمور العقل الكوني والطاقة الإيجابية وعلوم العقل